عالم كله مستني الانتخابات الأمريكية اللي هتجرى في 5 نوفمبر اللي جاي وهنا هنلاقي بقى المنافسة بين الجمهوري دونالد ترامب مع الديمقراطية كاملا هارس على كرسي الرئاسة الانتخابات السنة دي طبعا مليانة تنافس شديد ويمكن مش السنة دي بس كل مرة بتكون فيها تنافس شديد ولكن المرة دي يمكن بتعتبر من الأكثر احتداما في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتراب يوم التصويت خلينا نفتح النقاش حول الماراثن الانتخابي الأمريكي ونتكلم في تفاصيله أكثر ده هي مش عرفنا هنا وبنورنا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية في الأهرام دكتور برحب بحضرتك ودائما مش عرفنا ومنورنا طبعا الانتخابات الأمريكية خلاص قابق أو سين أو أدنى شايف الانتخابات دي إزاي وتأثرها داخليا وخارجيا علينا أولا طبعا صباح الخير عليك وصباح الخير عليك منا وصباح الخير عليك رجائي وأهلا بكم كلكم طبعا ليه العالم كله مهتم بأمريكا والانتخابات الأمريكية لأن طبيعي أن أمريكا طبعا قوة كبرى في النظام الدولي أمريكا منخرطة في كل العالم في كل القضايا بما فيها الشرق الأوسط يعني تكلمنا عن لبنان أمريكا متواجدة في فلسطين في إيران في الصين في أوكرانيا وبالتالي نتيجة الانتخابات الأمريكية تؤثر بشكل كبير ليس فقط على الداخل الأمريك ولكن أيضا على قضايا السياسة الخارجية بحكم أمريكا كقوة مؤثرة والقوة الأولى الآن يعني مش نقول الكوة الوحيدة ولكن على الأقل القوة المسيطرة والمؤثرة على السياسات العالمية بالطبع ربما على خلاف الانتخابات السابقة هذه الانتخابات هي انتخابات نسمى حامية الوطيس يعني لا يمكن التنبؤ بمن سيفوز هناك تقارب شديد في الفرص بين المرشحين سواء الجمهوري دونالد ترامب أو الدمقراطية كمال هارس لماذا هذا التقارب؟ أولا في نظرية ما يسمى المزايا النسبي كل منهما لديه مزايا ونقاط ضعف يعني متقاربين في نقاط القوة هذا لديه نقاط قوة في بعض القضايا أو بعض الملفات والآخر لديه بعض نقاط قوة في الملفات الأخرى هذا بيجعل الصباق محتدم استطلاعات الرأي حتى الآن كانت تظهر تقدم كمال هارس في الأسابيع الماضية بفارق على الأقل من 3 إلى 6 نقاط آخر استطلاع رأي أمس أظهر تقدم دونالد ترامب بنقطتين 47% المقابل 45% لكمال هارس يعني حتى استطلاعات الرأي فيها سيال فيها تقارب شديد يعني دائما هامش الخطأ في حد 4% في استطلاعات الرأي لكن على الأقل بتظهر أن المنافسة محتدمة أن كل منهما لا يمكن أو لا نقول أنه استطاع أن يحسم الصباق مبكرة ربما فيه لو كان مثلا صيغة ترامب بايدن كانت الأمور واضحة أن ترامب تقريبا حسم الصباق ليس لكوة ترامب ولكن لضعف بايدن هذه المرة طبعا هناك نقاط كوة بالنسبة لدونالد ترامب هو لديه ملفات أو مسمى الأوراق الرابحة ما هي الأوراق الرابحة لترامب؟ هي الاقتصاد الرجل هو رجل أعمال وجاء من خارج المؤسسة يعني رجل أعمال ناجح وهو اختبر فيه الولاية الأولى حكمة من 2016-2020 هو الأمانة حقق إنجازات اقتصادية غير مسبوكة في تاريخ أمريكا في أول سنتين بغاية 2018-2019 وسواء انخفاض معدل البطالة، توفير فرص العمل، السياسات الاقتصادية، النمو الاقتصادي لكن كل هذه الإنجازات طارت أو تبخرت للأسف بعد كورونا يعني كورونا قادت عليه اقتصاديا وسياسيا وبالتالي بسبب سياسات الإغلاق وتبخر وهذا طبعا كان رفض الإغلاق وده أدى إلى خساراته أمام الرئيس بايد يعني بايدن استغل نقاط ضعف لترامب وفازر السلط هذه المرة ترامب لديه رؤية وضحة في تعلق في الاقتصاد الرجل يعني كما يقولون رجل عمل شاطر أو ناجح يعني لديه فكرة أنه يفرض رسوم حماية على السلع الأجنبية لحماية الصناعة الوطنية فكرة دعم الصناعة تخفض الضرائب هو النقطة الأساسية عنده تخفض الضرائب من منطلق أنه سيخفض الضرائب على الشركات الكبرى وعلى رجال العمل فبالتالي يسهل أو يساعد فيه تنشط السسمار وتوفير فرص العمل هذه نظريات الاقتصادية ولديه رؤية اقتصادية متماسيكة واضح هذه نقطة نقطة الثانية أيضا من أوراق ترامب الرابحة موضوع الهجرة لأن قضية الهجرة أيضا الغير القانونية هي بتؤرق المجتمع الأمريكا وعلى فكرة هذه القضية مزمنة منذ سنوات يعني لن تحل ولم تحل ولن يحلها ترامب ولا كمال هارس لكن على الأقل ما يحدث هو كيفية السيطرة عليها أو التخفيف من أسار بلغة الأرقام هناك أكثر من 13 مليون شخص غير قانون داخل الأمريكا منهم 6 فقط 6 مليون دخلوا في عهد بايدن وهذه تمثل نقطة ضعف لبايدن وكمال هارس لأن كمال هارس بحكم أن هي نائبة الرئيس تتحمل مسؤولية عن زي السياسية ترامب لديه استراتيجية فكرة المنع من المنبع بمعنى وضع أولا وقامة الجدار العازل سيستكمله يعني بدأ فيه في الإليات الأولى ثم عقد اتفاق مع المكسيك بحيث أن يتم يرجعه للمهاجرين مرة أخرى إلى بلدانهم من أمريكا اللاتينية وغلبهم من أمريكا اللاتينية كمال هارس فكرة ديمقراطيين وفكرة التطقيق في المهاجرين يعني السمح لبعضهم ويرجع لآخر فكرة تقوية نقاط المراقبة والشرطة على الحرس الفدرالي على الحدود يعني الأهم أن الجمهورين لديهم نقطة قوة أقوى من الديمقراطيين فيما يتتعلق بزي القضايا هذه أحد بلفات أو نقاط القوة لترامب ولذلك استطلعات الرأي فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية وإدارتها فيما يتعلق بالقضايا الهجرة ترامب يتفاق على كمال هارس طبعا هناك وركة أخرى سنتكلم عنها يتفاق فيها ترامب على هارس قضايا السلس الخارجي يعني مقفة من حرب في أوكرانيا وإدارات الحرب في غزة لكن بالنسبة لكمال هارس لديها نقاط مهمة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والصحية يعني فكرة دعم الأسر طبعا لأنه كان هناك قانون أوباما كير الرعاية الصحية وترامب حاول إلغاءهم لفشلة هي تدعم فكرة الرعاية الاجتماعية يعني تقديم دعم للأسر المتوسطة ومالدها أولاد في المدارس تدعم حوالي أربعة ألاف دولار في العام يعني لديها مشروع لكن فيما تعلق بالقضايا الاقتصادية هي قدمة أفكار عامة يعني سوف تدعم الشركات المتوسطة سوف فيما تعلق بالأسعار قالت أنها ستفرض على الشركات تخفيض الأسعار طبعا هي في النهاية أفكار لا يمكن تطبيقها لأرض الواقع لا كلام استهلكي ولكن لا تملك تطبيقه فعليا بالفعل هل الناخب الأمريكي بقى شايف الكلام ده يعني إيه الحاجات اللي حتأثر على الناخب الأمريكي فإن هو يتوجه لي صندوق الاختراع لو كان يعني جزء استخدام فكرة دي وإن احنا نقول إن هو حيختار أيهم خصوصا إن المال السياسي دخل في الموضوع أهل ماسك قال كل يوم حيدي مليون دولار لحد راندملي أو يعني حد عشوائيا من داعمي ترامب بالطبع المال السياسي بيؤثر في الانتخابات الأمريكية يعني في الانتخابات الفاقة الماضية كان حجم المال السياسي تجاوز 15 مليار دولار ورقم كبير طبعا بالنسبة للانتخابات لكن دائما هناك مثل يقول معروف المواطن الأمريكي ينتخي بيده على جيب بمعنى يعني سلم الأولويات القضاء المواطن الأمريكي القضاء الاقتصادي التضخم ارتفاع تكليف المعيش ارتفاع أسعار المحروقات أو الطاقة وقضايا التأمين الصح والتأمين الاجتماع هذه القضايا للأسف رغم أن الرئيس الحالي بايدن ومعه كامال هارس حقق إنجازات اقتصادية على المستوى الكل يعني مستوى تقليل البطالة توفير فرص عمل تحسين وضع الاقتصاد لكن على المستوى الأفراد لا منعكس بمعنى هناك لأول مرة في أمريكا المواطن الأمريكي بيئن من ارتفاع تكليف المعيش بالطبع المسبب الحرب على الأوكرانيا ارتفاع أسعار الطاقة يعني على سبيل المثال جالون البنزيم كان ب2 دولار وصلت 9 دولار هذا بيؤثر بشكل مباشر على الناخب الأمريكي وبالتالي الناخب الأمريكي ده في زيادة قد كم سنة ده دكتور نعم من 2 دولار لتسع دولار في خلال الثلاث سنوات الماضية فقط يعني في عهد بايدن يعني في عهد الأخير بعد الحرب الرسالي الأوكرانية وبعد الأزمات المتعددة وبالتالي الناخب الأمريكي سيختار من يقدم له رؤية فيما تعلق به تقليل تكليف المعيشة خفض أسعار الطاقة يعني هذه القضايا الاقتصادية حل القضايا الاقتصادية هنا ترامب هو الذي الميزة النسبية ويتمتع بهذه الأمور وبالتالي فرص ترامب حتى الآن تبدو أنها المرجح لكن هناك قضايا طبعا يعني المجتمع الأمريكي ليس كتلة واحدة يعني كل شيء لكن الهتمام مشترك بين الجميع هو تكليف المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم هذه مشترك هناك في بعض الولايات بعض الطبقات الأمريكا مجتمع متكون من أولا تبعا أنك الأمريكيين من أصول سوداء من أفريقيا لديهم أيضا مخاوف يعني غالبا هم تقليديا بصوت الحزب الديمقراطي الحزب يرفع شعرات التنوع وهذه الأمور الحزب الجمهوري الذي قاعدة صلبة في الألبيض فكرة أمريكا البيضاء لكن على الأقل هم بيرون أن كمال هارس مثلا أنها من أصول هندية وإفريقية من جمايكا ومن الهند وأنها امرأة يعني ذات بشرة غير بيضاء فده يعطيها ميزة أنها يعني بتعبر عن التكوين المجتمع الأمريكا خاصة أن أمريكا ترامب في بعض الأحيان تبدو نظرتها عنصرية يعني فكرة الانحياز للبيض ويعني الهجوم لكن على الأقل هذه تمثل أيضا تؤرق أو خوف من سياسات ترامب تجاه الأقليات أو تجاه غير البيض قد تدفعهم الاختيار كمال هارس وهذه الكتلة تحديدا يا دكتور اللي نجحت ترامب في الولاية الأولى طالما احنا اتكلمنا عن المال السياسي من طرحت الموضوع ده وطرحت فكرة المال السياسي في موضوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية كان آيلون ماس كان طرح في الولايات المتأرجحة من سوف يقوم بالتوقيع على الوثيقة أو العريضة اللي تدعم دونالد ترامب حيحظى بدعم نقدي فوري يعني بقيمة طبعا توتل أو مجموع ما عرضه اللي هو المليون دولار السؤال هنا هل ده أصلا وفقا للقوانين الأمريكية هل ده شرعي ولا لا لا وغيره هو قانوني لا مشكلة لا مشكلة لا قانوني لا لا ما فيش فيه مشكلة خالص يعني هو دعم وتحفيز وهذا ستطوع يعني هو بيشجع على انتخاب دونالد ترامب هي بس النقطة المهمة اللي أنت أثرتها فكرة الولايات المتأرجحة يعني النظام وهذا لا يحسن فيه الرئيس ثم بعد التصويت الشعبي بيسمى حاجة بيسمى المجمع الانتخاب أن كل ولاية في أمريكا لديها ممثلين في هذا المجمع الذي يجتمع فيه كل المندوبين حوالي 538 مندوب وهم عدد مجلس النواب ومجلس الشوخ زي الثلاثة معبرين عن واشنطن العاصمة ومقاطعة كولومبي التصويت الشعبي هو لا قد يحسم الأمور أهم حاجة للتصويت أو الاختيار في المجمع الانتخاب هناك سبعة ولايات متأرجحة أو ستة في هذه المرة هم سيحسنون الانتخابات الأمريكية ولذلك التركز كله على هذه الولايات المتأرجحة بمعنى في العرف السياسي الأمريكي هناك ولايات حمراء يعني دائما تصويت للحزب الجمهور وهناك دائما ولايات زرقاء تصويت للحزب الدموكراطي يعني مثلا ولايات الزرقاء كاليفورنيا نيويورك هذه في كل انتخابات تصويت دائما فيها مضمونة كاليفورنيا لها 55 مندوب بحيط مع عددنا السكان الكبير في المجمع الانتخاب نيويورك مأسا ستة وتلاتية هناك ولايات مستكسس تقليديا بتصويت للحزب الجمهور لكن هناك ولايات متغيرة بمعنى طارسا تصويت للحزب الجمهوري مرة أخرى تصويت للحزب الدموكراطي فهي تتأرجح ما بين التغريب هذه هي المعركة الحقيقية بمعنى أن ست ولايات هناك ولايات تسمى الجدار الأزرق أو حزام الشمس وهي بين سيلفينيا وميتشيجان وويسكنسون هذه الثلاثة ثم هناك ولايات أخرى وهي ولايات أريزونا ونيفادا وجورجي هذه الست ولايات الأساسية لديهم في المجمع الانتخابي 79 مندوب يعني كل ولاية لها 15-16 هم من سيحسمون للانتخابات ولذلك كل التركيز والمنافسة بين المرشحين على هذه الولايات لأن الولايات الأخرى مضمونة يعني الحزب بلغة الأرقام الحزب الجمهوري لديهم 180 مندوب من 21-19 ولاية مضمونين لضاية 380 مقعد وهي ولاية في المجمع الانتخابي يعني المرشح لا يبزل جهدا كبيرا في الدعاية في هذه الولايات الحزب الديمقراطي لديه 117 مقعد مندوب في المجمع الانتخابي من 21 ولاية المجموع 40 ولاية هل هذا جائز دلوقتي ده اللي جرت عليه العادة لكن هل إحنا شايفين طبيعة الناخب بتتغير وطبيعة الأفراد بتتغير وكل فرد بيحب أنه يبقى مخاطب وأن يداعبه الرئيس المنتظر بوعود تتناسب مع ظروفه الشخصية يعني مش هنقول أنه طبعا هيمشي على واحد واحد ولكن الظروف الاقتصادية الموجودة وكمان الظروف العالمية وأعتقد أنها دايما مش بتبقى على قيمة أولويات الناخب الأمريكي هو بيهتم محليا أكتر هو بيهتم بس أنه يعني لا يتورطونه في الخارج حتى لا يؤثر على الأسعار عندهم لا أكتر ولا أقل لما بيتم التعامل مع بعض الولايات بسياسة الجمع أن دي ولاية مضمونة هل ده مش ممكن يأثر على يعمل اختلال في ميزان التصويت هو مضمونة بمعنى أن التصويت يعني من يأخذ 50% من أصوات الولايات إذا أصوات واحد بيأخذ كل أصوات الولايات يعني بيأخذ بكل المدنبين في المجمع الانتخاب نزام القامة يعني المطلقة المشكلة الآن هي كما أنت أشرت فكرة تركيبة الولايات المترجحة تغيرت يعني مثلا الولايات بين سلفينيا وميتشيجن هم لا يستطيع أحد أن ينفوز بالانتخابات الأمريكية بدون فوز بهاتين ولايتين لماذا بين سلفينيا وميتشيجن؟ بين سلفينيا يسمى أحد ولايات حزام الصدق بمعنى أنها عندها مشاكل في التصنيع يعني هناك العمال والطبقة العامل لأن معظم الصناعات في هذه الولاية في هذه المنطقة لهذا الحزام كلها خرجت للخارج في الصين في المكسيك يعني اللخص التكلفة العاملة وبالتالي معظم المصانع هناك تعاني من الصدق يعني مغلقة فترامب يخطب العمال والطبقة العاملة أنه سيعود هذه المصانع من خلال فرض رسوم حمائية على الصلب الصيني وعلى السلع الخارجي فبالتالي بدأ يوجه هذه الطبقة ميتشيجن على سبيل المثال هي مهمة جدا لأن هناك أصوات عربية ومسلمين بعدد كبير في هذه الولاية تحديدا هناك أكتر من مائة ألف صوت عربي في هذه الولاية والفوز في هذه الولايات بيكون فرق بسيط بـ 11 ألف 12 ألف يعني كما حدث فيه انتخابات عشرين فاز بايدن على ترامب في ميتشيجن بـ 11 ألف صوت فقط وبالتالي هنا الأصوات مؤثرة أصوات العرب والمسلمين هي متأثرة بالحرب في غزة الآن لأن العرب والمسلمين هم انتقدوا ترامب وبسامة كمال هارس لدعم أمريكا المطلق لإسرائيل في حرب غزة وجرائم اللي بدأ الجامعية كمال هارس تحاول أن تاخد قطاب متوازن تقلم عن حق تقرر المصير در توقف الحرب لكنها لا تترجم هذا إلى أساس عملية وبالتالي ستفقد جزء كبير من أصوات العرب والمسلمين هم لن يصوط لترامب بالمناسبة ولكن سيصوتونها بنوع من أسمها ومسامة غير الملتزف يعني لا هذا ولا زي وقد يذهب للتصويت لمرشح آخر مرشح حزب الخضر جينيش ستايلن وبالتالي هنا قد تفقد الدموكراتين وكمال هارس نسبة كبيرة من هؤلاء ده هذه النقطة مهمة يعني تركيبة الأمور مثلا في قضاء الإجهاض ترامب يعرض الإجهاض وبالتالي وولاية الجنوب المحافظين هم يا دينا ترامب وزواج المثلين وهذه القضايا الدموكراتين منفتحين وكمال هارس تعيد الإجهاض يعني التركيبة مختلفة فهذه يتمس بعد الفئات بعض القضايا اللي هي القضايا المسمى القضايا الفرعية أو القضايا التالية لكن القضايا الأساسية اللي يتهمي الناخب الأمريكي بغض النظر بها عن كونه عربي أو مسلم أو عرقي أو أسود أو أبيض فكرة القضايا الاقتصادية والغلاء المعيش لأن أمريكا تشهد ارتفاع كبير في تكاليف المعيش حتى الآن حتى الآن أنا في اعتقادي رغم استطلعات الرأي أنها تأزر التقدم كمال هارس أو الآن يعني بدأت تنقل بالسلاحة ترامب لكنها ليست مؤاش القضايا الاقتصادية ميزة ترامب فيها بيجعله الأقرب إلى يعني الأقرب فرصه أكبر من كمال هارس كمال هارس الآن هي خيار الطراري جاء بعد بايدن بايدن كان بالنسبة للدموقراتين خيار سيء الرجل ضعيف صحيا معقليا وقادرته لكن كمال هارس للأسف لا تملك رؤية ما زالت تعيش في جلباب بايدن يعني لا تملك رؤية السياسة الخارجية قضية السياسة الخارجية حرب في أوكرانيا الحرب في غزة ولا القضية الداخلية تقدم يعني عنوين عامة ولذلك بدأ الناخب الأمريكي يشعر أنها ربما لن تكون يعني هل هي قادرة أمريكا التي تقود أمريكا وسط حد الداخلية أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها أمريكا العالم يعيش في اضطراب حرب الرسالة الأوكرانية هناك الصين ومنطقة أسيا واحتمالات العسكرة واندلاح حرب فيها الشرق الأوسط الآن واحتمالات الصدام الإسرائيلي الإيراني بمعنى قد ينظر البعض لم يحتاج رئيس قوي يتعامل مع هذه التحديات فكلها ستؤثر في الناخب الأمريكي وفي خيارات لكن لا يحسب المترددون لأن هناك النمط الحزبي من يصوت للجمهورين سيصوت بغض النظر عن أي اعتبار ولكن الفكرة كلها في الأمريكا فكرة المترددين كيف يأخذ أكبر عدد ثم الولايات المتأرجحة ووصل الأمر حتى الولايات المتأرجحة الستة اللي ذكرناها هناك بعض المقاطعات لا ستؤثر لا سكل الولاي لأن نمط تصويت من يفوز به نصف أصوات الولاي يفوز بكل المندوين الانتخابين وبالتالي هي معركة شديدة ستشهد المال السياسي يلعب دورا كبيرا بالطبع ومؤثر والمال السياسي يظهر أكتر في انتخابات الكنجس الأمريكي لأن هناك انتخابات كاملة لمجلس النواب الكامل هناك سلس مجلس الشيوخ سيتم انتخابه وهناك حكام بعض الولايات يعني أن غدا لنظره لقريب دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بالأهرام شكرا جزيلا شكرا